بقشر موزة واحدة لبنات ستخلص نهائيا من المفاصل والصدع زائد وصفة لعلاج خشونة العظام و مشكل الغضروف و علاج مشكل هشاشة العظام وصفة رائعة ونعمل لكم الفيديو اليوم في جديد الوصفات وصفة اولى للشرب ووصفة ثانية هي عبارة عن علاج موضعي اي وصفة قابلة للدهن اي منطقة في هاد المشكل و ان شاء الله بفضل هاد القشرة هدي غادي تعالجي هاد المشكل نهائيا وللابد ونصوبو به جوج ديال الوصفات فانتمنى سعجبكم الفيديو ديال اليوم وتمنى لنال الردة ديالكم غزالاتي وكل من كيعانين هاد المشكل ماشي غالنساء وانما هاد مشكل يعني هاد النساء هاد الرجال عند الصغار عند الكبار وخصوصا الناس اللي هما في تقدم السن يعني ناس في شيخوخة كما كنقولو يعني جدوات ديالنا الأباء ديالنا الأمهات ديالنا فاكنين النساء وكنين الرجال ايضا كيعانوا من هاد المشكل هادا وحتى احنا الصغار كما كنقولو ولينا هاد الفترة الاخيرة ولينا تنعانوا من هاد المشكل فان شاء الله غادي نعالجوا بقشرة الموزة اللي دي ما كنرميوها معمرنا يعني هكذا اخديناها بمحمل جيد واستخدمناها في وصفات طبيعية اليوم غا نقول لكم انه لا عندكم قشرة موزة واحدة بحلا عندكم الدهب وحلا عندكم الكنز ايه البنات ما تاخدوش هاد الهدرة ديالين باب تفهة ولا باب المزح انا ما كان تمزحش معاكم نهائيا كان هادر معاكم بكل صراحة وعن تجربة شخصية فكما كتعرفو انا كان احتفض بقشرة الموز بالنسبة للناس القدميرا عارفين هاد المسألة هادي ديما كان احتفض بيوم في مجلة الموز كان احتفض بالقشرة ديالو فكذا بقوا نستخدموه في عدة وصفات طبيعية الفوائد ديالهم المزايد ديالهم لا تعد ولا تحسى فهو رائع جدا مفيد اكيد داخليا يعني كنستفدو منه داخليا وكنستفدو منه خارجيا بخصوص علاج عدة امراض منها مشكل يعني ألم المفاصل وآلم العظام هي شجرة العظام الخشونة ومشكل لغضروف وان شاء الله من اول استعمال تمنى كل شي يجربها هاد الوصفة البنات عن تجربتي وعن تجربة الجدة ديالي اللي يخليها لي وطوليها في العمر فكتجرب بزفة الوصفات حتى ايام سنداني شكرا ليها بزف بزف على التجاعة ديالها ولمساندة ديالها فالوصفات يعني في تجربتها للوصفات الطبيعية باش هكذا مني كتكون شي وصفة زوينة فعلا فعالة كتجيوك تشاركها معي وكتقوليها هادي هي فاليوم يعني جابت لي هاد الاغوصيت ساهلة بسيطة رخيصة باقل تكلوفة باقل مجهود ممكن اي وحدة تعملها إلا عندك شي فلوس وفريها خبيها ما سمشيش تاخدي بها يعني اشياء مثل كريمات لي كي يعني يعني يدعو أنهم كيعالجو هاد المشكل هاد بدون جذوب بدون منفعة وكتسمشي لك واحد خمسمية دنم سمية دنم هباء منطورة فديك 100 دنم وخمسمية دنم غالكيه غالكت غا تستفدي منها باشياء اللي غا دي تاخديها هي ضرورية في الحياة ديالك وضرورية في المعيشة ديالك مع ولداتك مع أطفالك وهذا المشكلة غنعالجو غير بقشر ديال الموز نبي كل شي يجربها ماشي وحدة ولا جوجي اللي يجربها والاخرين لا تفرجوا دي ما مباب الاستفادة ماشي مباب الفرجة وكل شي كل شي نوض يحيد علي العقز انا ما كان بيش معقازات او ما كان بيش المعقز بصفة عامة فالبنات انا كنقول لكم هاد الهدراتي باش كل شي يجربها وباش تحيدوا منكم ميلا فيكم شي شوية العقز وتنودوا تجربوا لي هاد الوصفة دي خصوصا لانها كتعالج ألم المفاصل اللي عنده موعدم النساء وعنده موعدم الرجال فقبل حبيبتي ما مشون تعرفوا على طريقة تحضيرها استخدامها استعمالها ويعني التفاصيل ديالها غصية كاملة بغيت نقول للناس اللي اول مرة كتشفوا معي لاشين مرحبا بكم والف مرحبا إلا كنتوا اول مرة كتزورونا متنسوش الاشتراك فيها ايضا تفعلكم زي الجرس خليونا التعليقات الاقتراحات الاستفسارات الاسئلة ديالكم كل ما يتعلق بكم فخليونا فليكم منطقة ولفخانة التعليقات شكرا لكم على المساندة ديالكم على الدعم ديالكم على التشجيع ديالكم المستمر وعلى بركة الله غدي نشوف واش نتعرفوا على مكونات المصفة والطريقة التحضير ديالها والطريقة الاستخدام والاستعمال ديالها ايضا نحتاج معكم 10 موزة واحدة فقط بسم الله الموز لبنات مفيد حتى لعلاج فقر الدم فنحاولوا حاولوا لبنات هاد الموز هادا نستفدوا منه هاد اللي بقيت هادا راه تعمل الموز مناسب يعني غي واحد سبعة دراهم ثلث منية دراهم يعني انا صراحة في المدينة اللي انا ساكن فيها كيعمل هاد تعمل هادا يعني رخيس بزف 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 فكن حاولوا ناخد منه كونتي تكتيرا واكيد احتيلا كان شوية كما كان قولور طب ممكن تقطعي قطع صغيرة وتزولي للقشرة رميها في المجمد وكذلك تقطعي هادا الموز هادا و قطع صغيرة او لطريقة صغيرة وتوضعيه في المجمد كذلك لانك غتستفدي منه وغتحتاجيها الرمضان هادشي اللي كان عملها دي حيلة من بين الحيل ديالي ومن بين الاسرار ديالي ومشي دير هاد القادية ديرها زوينة وموفيدة فالمهم غزالاتي غتحتاجي معايا قشر موزة وغنطبق معاكم دابا الوصفة الاولى كيفاش غدي نستخدمها وهي غتكون عبارة عن مشروب غنبدو بالمشروب ان شاء الله فغادي تاخدي معايا كوب ديال الماء اما ماء ماديني اما ماء عادي ديال روبيني يعني على حساب منتي اولو شو ديالك تاخدي قشر موزة وحدة اكيد البناء يكون مغسول ومنشف ومنقي مزيان ومن بعد كتبدا تقطع قطاع صغيرة هاد القشرة الموز وكتخلي هاد القشرة هاد داخل هاد الكوب هاد ليلة كاملة اي مدة 24 ساعة يعني ليلة كاملة كتغطي وكتخليها رقد باش هاداك القشرة الموز يتفاعل مع ذاك الماء ويطلق ذاك الهولام ديالو وذاك الفعالية ديالو في هاد الماء من بعد ما غادي يطلقها ان شاء الله غادي تاخدي هاد الكوب هادا كله اه نهار في الصباح يعني اقبل الوجبة ديال الفطور غادي تاخدي كوب ممكن تاخدي كوب قد هادا ممكن تاخدي كوب قل منو كبر منو صغر منو كبر منو كبر منو صغر منو لشو دايما كيب قالك المهم غا تاخدي كوب ديال الماء فيه قشور ديال الموز وكتشربه على الريق يعني بعد الاستيقاظ مباشرة ما بين ثلث ايام حتى الاسبوع يعني كسب ديال الوصفة في ثلث ايام الاولى حتى الاسبوع وكيجيب الله تيسير وكيجيب الله شيفا قشرة الموز راهم فعالي لعلاج هاد المشكل هادا بنانين ولدادين خصوصا الناس اللي كيحمقوا على هاد نوك هادية الموز وحتى وإن ما عجبتكم مش الوصفة ممكن تحلوها باضافة ملعقة من العسل وملء احسن عسل نحل الحر إذ لم يتوفر ممكن استخدام عسل طبيعي إذ لم يتوفر ممكن تعويضه بعسل السكر فهد شي اللي كن يعني غيم علقه وحده فهي كافية وهدي يلا غسطة ديال يعني ديال يومه بخصوص قشرة الموز اللي هي عبارة عن محلول أو سائل اللي غادي تشربه إن شاء الله بعد الاستيقال وكيد قبط لك ما قلنا فهو كيعالج احت السمنة يعني احتها الدهون متراكمة لأنه الموز كما لاحظت في واحد الفيديو كنت استخدمت معكم قشرة الموز لعلاج الدهون فهو مفيد أيضا احتف علاج الدهون المتراكمة كيعالج المشكل ديال الغضرف كيعالج مشكل الألم المفاصل ألم العظام هجشة العظام يعني الخشونة من أول استعمال أو منذ أول استخدام يعني إذا قبط لها وفقط بدرهم يعني حتى لما بيتيش تأخدي مثلا كمية كثيرة الموز خدي غير موزة بدرهم ولا بدرهم ونص قريبا ويجي بيها وستخدمي فيها كوب ومحلول وستخدمي فيها وصفة تانية اللي غا نبغط هجيها معكم لنشاركها معكم اليومة واللي هي قشر موزة قشر موزة غا تعالج لك المشكل ديال الألم بفضل الوصفة عبارة عن علاج موضعي أو وصفة للاستخدام الخارجي فكتاخدي قشر موزة وكتدهني بها المنطقة المصابة يعني المنطقة لي فيها ألم العظام سواء تحت الدار أو أسفل الدار أو أي منطقة أخرى فكتاخدي هذا القشر ديال الموز كما كتلاحظو كتدهنيه على المنطقة حتى كتحسيه خرج منه هذا الهولام ديالو يعني كيولي هاد اللون ديال الموزة كيولي باللون الأسفر ما كيبقاش باللون الأبيض بالتالي كتعرفي أنه فعلا تلق ذك المديالو هانتو ما هانتو ما البنت فلاحظوا معي هاد القشر هادي اللي طلقت لي نذك الهولام مع هاد القشر هادي يعني هادي باللون الأبيض يعني ما استخدمتهاش وهادي ولت لي باللون الأسفر فبتالي هانا نبعد بشوفه فبتالي هادي طلقت لي اذك الهولام وهادي باقي وصفتين معا في فيديو واحد نتمنى ان شاء الله هاد لغوصيتنا لردا ديالكم وتنال الإعجاب ديالكم هي بسيطة ورخيصة وأهم حاجانا في المتناول ديالجميع المهم هانتو ما ديالطريقة كتبقا هكذا تحكي 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 تخرج واحد المادة ما ايا من هاد القشر هادو إلا ما خرجش راه ما ما نجحتيش الوصفة يعني الوصفة فاشلة خص داروري لما ما يخرج انه لما خرج راه الوصفة ما ناجحاش هانتو ما لاحظوا معي ديك اللامعه ولاحظوا معي القشرة الموزة كيفاش ولي مقارنتان مع هادا انتو ما غتشوفوا مني غادي يندهن هادا غايولي بحالو يعني احتوى غايولي باللون الأصفر هانتو ما احتوى وكتحاولي الدهني وتأكدي انه فعلا تلق ذاك المادة يلف في المنطقة المسابة بألم المفاصل هانتو ما لاحظوا معي اللون ديال هاد القشر هادا بكيفاش ولي سنيني يكون كبالي يكم زيان هانتو ما يعني يولى باللون الأصفر فبتالي يستفيد نمدك الماء اللي في ذاك القشر ديال الموزة فهاد جوج ديال الوصفات ما سنختم لكم صاحباتكم لأن الوصفار خيصة الحمد لله ما تكلفك حتى شي ريال الناس لي في البادية وكيتووصلوا معايا دي ما في الخاص يقولوا لي عفاك خذي بعي الاعتبار هاد النقطة هادي حنا غير في البادية ولا غير في العربية معا تحيي لكم كبيرة كبيرة انتم ما ومو كل شي في كل شي والله القسم اللي فاش كان مشو البادية ولا فاش كان مشو العربية كان رتاحه دهنيا ونفسانيا ومعنويا وماديا يعني كانت تكونوا مرتاحي الواحد درجة كبيرة كبيرة بزب كل شي متفق معايا فيها فتحية لكم كبيرة وانتم ما ماشيين ناس البادية انتم على راسنا وفوق من راسنا وعينينا فالمهم اللي بناس بزفة النساء في البادية توصوا معايا وقالوا لي احنا بغينا وصفات تكون رخيصة لأنه التكلفة ولا الوصفة ما بغيناش تكلفنا كتر من جهة دينا احنا بغينا ناس بوسطة وكنا اكيد بوسطة الحمد لله فبغينا اشياء ديال دراوج وهاد شي اللي كان عمل لكم دائما وصفات في متناول جميع وصفات باقل تكلفو باقل مجهود وممكن تعالجي بها عدة مشاكل وعدة اشياء فهذا الوصفة كانت بسيطة نخيصة غير بقشر موزة شوفوا تبارك الله خرجنا وصفة الشرب واللي هي ساهلة مهلة وخرجنا وصفة اخرى اللي هي عبارة عن علاج موضعي بدون ما تلجئي الكريمات اللي كعملو 500 درهم و 400 درهم و 300 درهم اللي عندك شي 300 درهم خبيها بالزمك تحتاجيها تحتاجيها وكما كان قلوه اكيد الفلوس بصفة عامة كانحتاجوها خصوصا للمرض المرض اللي ما كان عارفوش امتى يقدر يجي امتى يقدر ما يجيش فالمهم لبناس خصوصا كما فاش هدرت على المرض هدرت على المرض اللي كيكون بشكل يعني مفاجئ وبشكل خطير خطير بزيط فأكيد توفري دائما بعد المال لهاد المشكل هذا والاشياء اللي كتبالي نحنا اكيد غادي الدواء غير بالخيرات ديال بلادنا وبالوصفة الطبيعية وبالعشاب الطبيعية فهي اللي اللي جئوا لها وراتي كل خير وهد شي اللي كانوا معروفين به الناس زمان يعني جدودنا وعائلاتنا والناس القدم هد شي اللي كيناوا كيديرو كيخبيوا الفلوس وكيستخدموا غير الأشياء والعشاب الطبيعي وسبرك الله تيعيشوا مئة سنة تسعين سنة فهدا خير ودليل وخير وبران على الكلام ديال فالمهم غزلاتي شكرا لكم ما تنسوناش من لايكات لايكات وما لايكات لهذا الفيديو شراككم في القناة تفعيلكم ازال جرس كيس لكم كل ما هو جديد وبدوري نشكركم غزلتي على حسن تسبعكم من هذا الفيديو موادي معكم الجدد في فيديو قادم السلام عليكم